النادي الأهلي ووجودك شعورك ايه أول يعني بقالك فترة طويلة whoa مش متواجد في النادي? شعورك ايه أول ما دخلت بوابة النادي الأهلي وشعورك ايه أول ما حطيت رجلك في استهد التش الواحد بيتعامل مع النادي الأهلي يا كابتر هاني أن هو أبيته فطبعا كنت حريص جدا أول مجدت الأجهزة أنه لازم أروح النادي الأهلي طبعا و الناس كلها هناك وحشاني و داخلة النادي الأهلي نفسها وحشاني yani فالواحد يتعامل بالمنطق ده إن أنا رايح بيتي يعني كنت فرحان وأبقى فرحان جداً كل مرة أبقى رايح النادي الأهلي فالإحساس غريب يعني أنا من ساعة ما مشيت من النادي دخلت من النادي مثلاً ثلاث مرات كل اللي دخلتهم من النادي لإن سافرت طبعاً وسفري وشغلي هناك فكلما أجي كنت أروح النادي يعني مرة واحدة جيت ما دخلتش النادي كان الفريق في معسكر تقريباً وما فيش حد موجود فما روحتش يعني وبرضو ديء الوقت في الأجازات كان بيخليني إن أنا مرة واحدة اللي ما صادفش إن أنا زبطت إن أنا روح النادي إنما غير كده أنا زيارة حاجة مقدسة بالنسبة لي إن أنا لازم أروح أشوف النادي وأشوف الناس اللي موجودة في النادي عشرة عمري طبعاً قضيت في النادي 14 سنة من أحسن أيام عمري فده اللي بيخليني بس خلاني تذكرت كل حاجة والتقرير بيتعرض رجع شريت آه بالضبط شريت رجع كله قدام عناي يعني في مواقف كثير قوي يعني ما بينك وما بين النادي الأهلي اللي أنت تقريباً تقريباً تربيت فيه طبعاً لا أنا يعني أنا أنا بقول أنا عشت سنين من أجمل سنين عمري في النادي الأهلي إنما بدايتي كانت في النادي المحلة وده أنا بعتبر فضل من ربنا ثم الناس في النادي المحلة إن أنا بدأت هناك وعرفة أسقلوني بشكل كويس استعدت كبداية ليا للنادي الأهلي إن أنا نقلة تانية مختلفة تماماً بوابة الدخول للنادي الأهلي بزبط بزبط لحظات كتيرة عشتها لو تكلمني عن أحلى لحظاتك أصعب اللحظات مواقفك في النادي طوال مشوارك ده آه السهم يعني أنا بقولك أنا عشت في النادي 14 سنة من أجمل سنين عمري آه طبعاً يعني الحمد لله تعامل باحترام من الناس كلها جمهور بيحبيني من أول يوم دخلت في النادي كانت بدايتي بداية مباراة ريال مدريدة كابتن هاني آه طبعاً 120 ألف متفرج فترة كانت صعبة في مشوار النادي الأهلي ما بخدش الدوري في السنة دي خاد الكاس في الموسم ده وحصر مشكلة في الدفاع لسامير كامونة وأنا المدافع اللي جاي المفروض أن منتظر أن يشيل الفريق فالبداية قدام 120 ألف متفرج والناس عايزة تشوف مين اللي هيشيل الدفاع ده فمن البداية الحمد لله دخلت قلب الناس والناس حطت ثقاتها كلها فيها بقيت دي مسؤولية علي فبقى كل مباراة بالنسبة لي يا كابتن هاني متعة آه طبعاً بقى يعني كل مباراة بالنسبة لي بداية وتصطير تاريخ بالنسبة لي لأن حسيت بقيمة الشعار اللي أنا بلعب ليه والناس والجمهور اللي بيحبني وبيسندني وبيطلب مني دايماً أفضل حاجة فكل ده يعني أنا بتذكره دلوقتي وانا عاقه والله ده بس خلينا عايزة أرجع للزيارة تاني زيارتك للنادي الأهلي وإحنا يمكن عرضناها هنا في البيت الكبير كنت بتتكلم يعني تكلمت مع ساعد تكلمت مع اللعيبة عم حارس طبعاً كلهم قلنا الكواليس الزيارة دي والروح الحلوة اللي احنا شفناه من خلال التقريل اللي اتعرض لزيارتك للنادي الأهلي طبعاً زي ما قلت كابتن الناس في مجموعة عاشت معنا فترة طويلة جداً وفترة كلها انتصارات وكلها زعادة وكلها انتماء وروح النادي الأهلي اللي احنا بنتكلم عليها صحيح سواء عمال سواء لعبين سواء إداريين موجودين سواء مسؤولين أو إدارة متمثلة في كابتن خطيب اللي كان ليه دور في انتقالي للنادي الأهلي من البداية خالص ومش هنعيد القصة انتقالي للأهلي إنما هو كان ليه دور مهم جداً جداً يعني يكفي يا كابتن هنا اقول لك كان عندي شرط جزائف عقدي مع المحلة ستين ألف جنيه كان مبلغ ساعتها كبير فساعتها حصلت مشكلة الأهلي والزمالك والمحلة كان يعني مرافض ان أنا فكرة انتقالي وكابتن خطيب من حسنه من حسن قراراته وحرصه على إظهار دايماً النادي الأهلي في صورة كويسة راح لنادي المحلة ورفع الشرط الجزائي بتاعي لستمائة ألف جنيه كان رقم كبير في الوقت ده في سبيل إنه ما يبقى وصل علاقة بين الأهلي وبين المحلة وإن الأهلي يبقى خد لاعب غزباً عن المحلة الموضوع برضى بالزبط بالزبط فده من المواقف اللي طبعاً دايماً أنا بذكرها لكابتن خطيب في حسن إدارته للمواقف إنه هو حريص على العلاقة بين النادي الأهلي والأندية الأخرى فده نقطة مهمة جداً ونقطة تحساب له طبعاً فتعاملي مع كل الناس اللي بمنظومة الأهلي كابتن هاني نابع عن حب وود ومواقف حلوة عشناها يعني ما شفت عم حارس شفت سيد شفت العمال كلهم تذكرتوا كل لحظة حلوة عشناها مع بعض في الفترة دي اللعيبة نفسهم كلهم طبعاً أغلب اللي موجودين دلوقتي كانوا صغيرين بالنسبة لنا لما طلعوا سعد ورامي ووليد واللعيبة اللي موجودة يعني حتى يبت هالي دول اللي بقيين من المجموعة اللي تلعوا معنا مش حاطع كلامك كابتن واقل لكن لعيبة وكمان في مدربين كان لهم أثر كبير جداً جداً في حياتك معنا على التليفون واحد أعتقد من أهم المدربين في حياة واقل